في وصفة النهاردة هنعمل مكارونة العشر دقايق أسرع غدا أو عشا ممكن تحضروا سهلة وسريعة وكلها في طاصة واحدة ومن غير أي أدوات كتير وطعمها حلو قوي في طاصة على النار هنحط حوالي كوبايتين مكارونة أي نوع بتحبوه هضيف عليها فلفل أخضر متقطع مكعبات صغيرة ممكن كمان تضيفه فلفل ألوان وبصلة كبيرة متقطع مكعبات صغيرة وطماطم مكعبات وده مكعب مرأة حسب الرغبة ومعلقتين من صلصة الطماطم وكوبايت عصير طماطم ربع كوبايت زيت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة كده من البهارات هنزل عليهم بقى بكوبايتين مياه سخنة وهقلب كل المكونات دي مع بعض وهسيبها بقى على نار عليها أول لما تغلي ههدي النار عليها واسيبها تستويب راحتها خالص على نار هادية وده كده شكلها بعد ما استود جوسي وكلها سوس حلوة قوي بجد راحتها جميلة وطعمها حلوة قوي أكلة سريعة وتحضرها سهل بس لازم تتكل سخنة على طول دي اهم حاجة بس كده جربوها هتعجبكوا قوي وبالفهنا